بمراكش عقد الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية أمبوديسمان الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بمشاركة وسطاء أمبوديسمانات عدد من الدول أعضاء مكتب الجمعية الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة لما تطلع به مؤسسات الأمبوديسمان والمؤسسات المماثلة من دور مهم في مستوى ترسيخ مبادئ القانون والعدالة وحقوق الإنسان ويجب أن تتظافر الجهود للوقوف سدا منيعا للدفاع عن حقوق الإنسان الاجتماع تصدفه مؤسسة الوسيط للمرة الثانية وتم خلاله التطرق إلى عدد من المواضيع تتعلق إلى عدد من المواضيع تتعلق بالأحداث والأنشطة المستجدة التي تشهدها الساحة الحقوقية وخاصة الوضع الراهن في غزة والمستجدة التي تعرفها مؤسسة الأمبوديسمان عبر العالم بصفة عامة وفي فضاء الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بصفة خاصة لسيما في ظل الأزمة الحقوقية التي يشهدها العالم سنحاول من خلال هذا الاجتماع التطرق إلى مجموعة من القضايا ذات اهتمام المشترك التي تهم شأن الحقوقي بصفة عامة والتي تهم انشغالات جمعية الأمبوديسمانات بشكل خاص نهدف في هذا الاجتماع إلى منقشة العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان وكيفية تعزيزها في بلدان بالتعاون طبعا وبالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء الأشقاء وبالتحديد مملكة المغرب بما أن لها باع طويل في مجال حقوق الإنسان وبالتحديد مع مؤسسة الوسيط الاجتماع شكل مناسبة لتبادل المعلومات والتجارب في مختلف المواضيع التطويرية ذات الصلة بعمل مؤسسات الأمبوديسمان والتفكير المشترك في كيفية تفعيل ما يوفره الإطار الدول من آليات لعمل الوسطاء إلى جانب مناقشة المبادرات الحقوقية الاستراتيجية التي يجب الاشتغال عليها لزيادة الوعي بدور عمل مؤسسات الأمبوديسمان